بسم الله الرحمن الرحيم أهلا بك عزيز الطالب مع مقرر وسائل وتقنية التعليم والوحدة الأولى ما هي تكنولوجيا التعليم ونبدأ دائما بالأهداف بنهاية هذه المحاضرة يجب على الطالب أن يقوم قادرا على أن 1. يحدث أصل مسترح التكنولوجيا 2. يعرف التكنولوجيا 3. يحدث خصاص التكنولوجيا كعملية 4. يعرض تعريفات التكنولوجيا من منظور المنتجات والعمليات 5. يرسم شكله لمفهوم تكنولوجيا التعليم وفق تعريف الجمعية الأمريكية لتكنولوجيا التعليم مقدمة ونبدأها بالسؤال أو التساؤل التالي إذا سألنا بعض العامة أو طلاب العلم عن المقصود بمصطلح التكنولوجيا فإنهم يجبون على الفور إن التكنولوجيا هي كل ما تنتجه المصانع الحديثة من أجهزة متطورة تسهل أمور الحياة العملية الحياتية وقد يجيب البعض وهل تحتاج التكنولوجيا للتعريف؟ إنها أمامك في الهاتف والسيارة والمقيف ومصباح الكهرباء بل إنها أصبحت تحيد بناء من كل جانب فهل صحيح إن هذا هو التعريف الصحيح للتكنولوجيا؟ أم أن الأمر يتعدى حيث هذا التعريف وهذا ما نعرضه في الموضوعات التالية؟ الإجابة إجابة السؤال السابق في سبيل إجابة عن السؤال السابق هيا بنا نفهم هذا المصطلح من ناحية اللغة أولاً فكلمة تكنولوجيا كلمة من مقطعين تكنو ولوجي تكنو وهي كلمة يونانية تعني حرفة أو صنعة أما لوجي وهي لاحقة بالكلمة الأولى بمعنى العلم أو الدراسة عند دمج الكلمة الأولى مع الكلمة الثانية نحصل على مصطلح تكنولوجي وهو يعني علم الحرفة أو علم الحرف الأصل الإنجليزي لمصطلح التكنولوجيا هناك من يعتقد أن الجزء الأول من المصطلح تكنولوجيا مشتق من الكلمة الإنجليزية تيكنيك وتعني الأداء التطبيقي واعتمادا على ذلك فإنهم يروا أن مصطلح التكنولوجيا أو التقنية يشير إلى العلم العلم الذي يهتم بتحسين الأداء أثناء الممارسة أو التطبيق العملي والشكل التالي شكل مبسط يوضح مصطلح التكنولوجيا فتكنو تعني المهارة الفنية المقطع الثاني لوجي وهتعني العلم عندما دمج المقطع الأول مع الثاني معا نحصل على علم المهارات الفنية مفهوم التكنولوجيا بين العمليات والمنتجات قدم جالبس تعريف المونجزن للتكنولوجيا يمثل أو يعد من أفضل التعريفات وهو التكنولوجيا هي العلم الذي يهتم بفنيات وعمليات التطبيق المنظومي للمعرفة العلمية الناتجة من نتائج البحوث والدراسات المرتبطة بمجال معين بهدف معالجة مشكلات المجال وهذا هو صلب الموضوع وتصميم الحلول المناسبة له يوضح التعريف السابق أن العمليات هي صلب التكنولوجيا وهما عناصرها لذا طحلت قسيرة من الدول المتقدمة على احتفاظ بأسرارها وتكتفي بتصدير المنتج للدول النامية شكل يوضح مفهوم العملية في التكنولوجيا مدخلات مثل المعلم أو الطلاب أو الكتاب المدرسي عمليات وهي جميع الإجراءات والأحداث والنشاطات التعليمية داخل الموقف التعليمي وأخيرا المخرجات وقد تكون في جانب معرفي أو جانب مهاري أو جانب وجداني ما العمل وما المطلوب؟ يجيبها العديد السؤال العالم الكبير للدكتور أحمد زويل العمل والمطلوب نهضة تكنولوجية نهضة وليس تطور تكنولوجيا أو تقدم تكنولوجيا مثل حركة السلحفاء وهذا كلام الدكتور أحمد زويل وتضح ذلك في الشكل التالي يلاحظون أن في الدول المتقدمة يستخدمون التكنولوجيا ويوظفونها بصورة متقدمة هدفها الإبداع ونتمنى في الدول العربية والدول النامية أن نوظف هذه التكنولوجيا بصورة تماثل الدول المتقدمة مجال التكنولوجيا لا تقصر التكنولوجيا على مجال واحد ولكنها تشمل جميع المجالات مثل تكنولوجيا الزراعة تكنولوجيا الصناعة تكنولوجيا الطب ومن لكل مجال التكنولوجيا ومن سمى للتعليم أيضا تكنولوجيا يطلق عليها بتكنولوجيا التعليم وطالت ذلك في الشكل التالي التكنولوجيا في مجال الطب التكنولوجيا في مجال الزراعة التكنولوجيا في مجال الصناعة حتى اللغة العربية يوجد لها تكنولوجيا يطلق عليها بتكنولوجيا اللغة العربية والهدف من ذلك هو تطبيق نظريات لمعالجة المشكلات المرتبطة بهذه المجالات وهو مجال الطب ومجال الزراعة ومجال الصناعة ومجال التعليم تكنولوجيا التعليم ماذا تعني؟ تعني تطبيق هيكل من العلوم والمعرفة المنظمة باستخدام مواد بشرية وغير بشرية مستقدماً أسلوب النظم أو المنظومات من أجل تحقيق هدف المجتمع ماذا هدفنا في مجال التعليم؟ هو تحقيق التوصل إلى تعلم أكثر فاعلية وهذا هو تعريف تكنولوجيا التعليم تكنولوجيا التعليم بين المنتجات والعمليات واحد تكنولوجيا التعليم كمنتجات في الأساس من هذا التعريف تكنولوجيا التعليم هي عبارة عن العلم الذي يحتمد على استخدام الآلات والبرامج التعليمية والأساليب التعليمية بهدف تدعيم عملية التعلم لدى الأفراد مثال لذلك الحاسب الآلي، الموبايل، الصبر الضوئية، الصبر الزكية وغيرها من المنتجات ثانياً تكنولوجيا التعليم كعمليات ومنتجات معا في هذا التعليم ينزل التكنولوجيا التعليم على أنها عبارة عن نظام يتكون من ثلاثة عناصر رئيسة هي واحد عمليات تعليمية اثنين أجهزة ومواد تعليمية ثلاثة التفاعل بين الأجهزة والمواد مع العمليات كما يتضح من الشكل التالي ثلاثة تكنولوجيا التعليم كعمليات تنظر هذه الفئة إلى تكنولوجيا التعليم عن أنها عمليات في الأساس مقرجاتها منتجات ومن هذا التعريف التعريف الشامل الذي أصدرته جمعية تكنولوجيا التعليم وارتصال عام 1994 الذي يرى أن تكنولوجيا التعليم هي العلم الذي يبحث في النظريات والتطبيقات مرتبطة بمصادر التعليم وعمليات التعليم من حيث ستة عناصر أساسية تبدأ بالتحليل ثم التصميم ثم التطوير ثم التنفيذ ثم التقويم وأخيرا الإدارة والذيكب هدف تسهيل وحدوث تعلم إيجابي لدى المتعلم التقويم حاول عزيز الطالب بعد دراستقل هذا الموضوع الإجابة عن الأسئلة التالية واحد ما هو أصل كلمة تكنولوجيا؟ اثنين ما الفرق بين تكنولوجيا التعليم كمدخل وكعملية وكناتج ثلاثة ارسم شكل المفهوم تكنولوجيا التعليم أربعة فرق بين تكنولوجيا التعليم وتكنولوجيا المعلومات شكرا لك ونلتقم المحاضرة القادمة إن شاء الله